أهلا بكم في بلا قيود. ضيفنا اليوم سياسي يمني. ينتمي لجماعة أنصار الله الحوثية. ترأس ما عرف باللجنة الثورية العليا التي شكلها الحوثيون. بعد استيلائهم على السلطة في صنعاء عام 2014. حظي بعضوية ما عرف بالمجلس السياسي ومجلس الشورى. اعتقل لسنوات خلال فترة الحروب الست. بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية. إبان حكم الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح. أسأل محمد علي الحوثي القيادية في حركة أنصار الله الحوثية في اليمن. عن تداعيات هجمات الحركة ضد كل من إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر. وعن الدور الإيراني فيما يقوم به الحوثيون من ممارسات. محمد علي الحوثي القيادة في حركة أنصار الله الحوثية في اليمن. أهلا بك في بلا قيود. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. أهلا وسهلا. نريد أن نبدأ معكم بالهجمات التي تشنها الحركة منذ وقت الآن. ضد إسرائيل وضد حركة الملاحة في البحر الأحمر. ما الدوافع وراء هذه الحملة؟ لا يوجد استهداف للملاحة الدولية. هناما يوجد استهداف للسفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى الموانئ المحتلة الفلسطينية. الدوافع هو نصرة لإخواننا في فلسطين. دوافعنا إنسانية. دوافعنا تدافع عن الإنسانية. تقف ضد المجرم الإسرائيل الذي يبيد غزة. تقف ضد العتاه والاستكبار الأمريكي الذي يرفض إيقاف العدوان على غزة. موقفنا موقف أخلاقي، إيماني، إسلامي. يتناسب مع مبادئنا وعقائدنا وواجبنا تكياء إخواننا في نصرتهم. يعني تقول لا نستهدف سوى السفن المتوجهة إلى إسرائيل. هذا ليس دقيقا لأنه تم استهداف سفينة تابعة لشركة ميرسك الدنماركية. كانت متجهة لقناة السويس. لا علاقة لها بإسرائيل. نحن كلما نستهدف نستهدف السفن التي تتجه إلى إسرائيل. أو التابعة للعدو الإسرائيلي. وقبل أي استهداف يتم منادات السفن ويتم تحذيرهم. ويتم وضع أدة أشياء يتناسب مع أنها لو كانت ليست متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية. لا أعلنت عن نفسها ولا أوضحت طريقها ووجهتها. ولا وضعت الأعلام التي تدل على أنها لا تتبع إسرائيل. يعني تستهدفونها إلى أن تثبت أنها غير متجهة لإسرائيل. أم ماذا؟ لا لدى دوزارة الدفاع المعلومات المؤكدة بأنها تتجه نحو إسرائيل. لكن من يدعي أنه لا يتجه إلى إسرائيل. من السفن التي يتم تحذيرها والمنادات عليها فعليها أن تبين الوجهة التي تتنضلق إليها. وإذا تبين أنها ليست متجهة إلى الموانئ المحتلة في فلسطين فلن يمسها أيها ذا. إذن ما الذي حدث مع هذه السفينة تحديدا التابعة لمرسك؟ لم تتعاطى معكم؟ لم تجيب على استفهامكم؟ أم ماذا؟ لماذا استهدفتموها؟ بيان الوزارة الدفاع واضح. وبإمكانكم أن تعودوا إليه. نحن لازم نصررين على أنها متجهة إلى الموانئ المحتلة في فلسطين. من أين لكم المعلومات بمقاصد السفن؟ هذه المعلومات هي معلومات تخص وزارة الدفاع. وهي عمليات من أين وكيف ولماذا. ومن أين أتت هذه المعلومات. نتحفظ عليها. نحن أمة عربية ممتدة على طول البحر الأحمر. ولنا مصاطرنا. فضل الله تعالى. هل الاستخبارات الإيرانية تمدكم بهذه المعلومات؟ لا أعلم بذلك. سيد محمد علي الحوثي تقول أنكم تستهدفون السفن في البحر الأحمر نصرة لغزة. ليس هذا خلطا للأوراق؟ لا. الخلط للأوراق هو يأتي في الإجرام الممارس ضد أبناء غزة. الخلط في الأوراق عندما يأتي الرئيس الأمريكي إلى غزة. لدعم الأراضي المحتلة. لدعم الكيانة المحتلة في إبادة شعب فلسطين. الخلط للأوراق هو أن يأتي رئيس الزراء بريطانيا إلى داخل الأراضي المحتلة. وأن يسكن في الفندق الذي تم استهداف فيها البريطانيين في الستينات. هذه هي الخلط للأوراق. الخلط للأوراق عندما يأتي الرئيس الفرنسي لدعم الكيانة المحتلة. الذي لديها الجيش والسلاح النووي والكل شيء أمام مجموعات تدافع عن بلدها وتدافع عن استقلالها. هذا هو الخلط الحقيقي. ولكن ما علاقتكم أنتم بما يحدث هناك؟ أنتم على بعد أميال وأميال. لديكم مشاكلكم الخاصة في الداخل اليمني. لديكم مشاكلكم مع التحالف الدولي الذي تقوده السعودية. ما العلاقة مع هذا؟ سوى أن يتم تحريككم لهذا الهدف. أما بالنسبة لبايدن. هو جار انتنياهو. يسكنون في شقة واحدة. والرئيس الفرنسي أيضا يسكن في نشطة الطابق. ورئيس الوزراء البريطاني يسكن في نشطة الحمارة. أم أن بينهم وبين الكيانة المحتلة آلاف الأميال. ما الذي أتابهم إلى بلادنا العربية؟ ليقتلوا أبنائنا. ليحاصروا أبنائنا. ليحاصروا إخواننا. ليقتلوا النساء. ليستهدفوا الأطفال. ليأدوا الخدج. كل الجرائم الموجودة. ماذا أتاب هؤلاء إلى هنا؟ إلا من أجل استمرار الجرائم. أما نحن فموقفنا هو موقف إنساني. يعني موقفنا من أجل أن توقف هذه الآلة الدمارة العسكرية الصليبية الأوروبية الأمريكية. حربها وعدوانها وإرهابها على فلسطين. ولكنها لم توقفها. لم تحقق هذه الحملة من قبلكم. نحن لا نقول إلا أن يتوقف العدوان أن يفك الحصار. أن يدخل الماء والدواء والغذاء إلى هؤلاء. بينما هم أتوا ليقولوا ليستمر الإسرائيلي في قدر هؤلاء. أتينا قالوا لدعم الإسرائيلي للقتل. أتينا لدعم إسرائيلي في إنهاء الوجود لأي فصائل مجاهدة في فلسطين. هذا قولهم. بأنه لا بد أن يبيد النساء والأطفال والكبار والصغار. لأنهم كلهم لا يريدون بقاءة. سيد محمد علي الحوتي. سيد محمد علي الحوتي. أجب على هذا السؤال. بدلا من توجيه الأسئلة. أجب على هذا السؤال. ما الذي حققه الحوثيون من كل ضرباتهم. حتى الآن لربما 23 استهدافا. لم يحقق أي شيء. وكأنها جعجع بلا طحين. فلماذا تدعي أمريكا إلى تحالف ضدنا؟ ما دعمه لا يحقق أي شيء. تتحدث عن التحالف الدولي لتأمين الملاحة في البحر الأحمر؟ أم عن ماذا الآن؟ التي تريد أمريكا أن تكون إلى جانب بريطانيا وإلى جانب عدة الدول من أجل مواجهة ما أسموه بالضربات التي تدعو إلى فك الحصار. لو أنهم يتجهون إلى فك الحصار وإيقاف الإجوان هذا هو الأفضل. وهذا هو الحل السحري. نتحدث عن التحالف بعد قليل. ولكن أجب على السؤال. لم تحققوا أي أضرار لإسرائيل. لم يصبها أي نوع من أنواع الضرر. إذن هي جعجعة بلا طحين. يعني على أي معلومات تستندين في أنه لم يصبها أي ضرر. وهم يعلنون بأن هناك شبه شلل تام لموانع الإسرائيلية. الموانع المحتلة في الأراضي الفلسطينية التي يديرها المحتلون. التي تجعجعين بأسئلتك بلا طحين. المفترض أن تعلمي بأن ما نقوم به هو الدور مؤثر. طيب. حدثني عن التأثير. يعني صف لي هذا التأثير. وإلا فلماذا يجتمعون في مجلس الأمن. ويتحدثون عن العمليات التي تواجه السفن المتجهة. هل يمكن أن يكون هذا دليلا؟ إلى موانع الأراضي المحتلة. أنتم تشنون هذه الضربات. حدثني عن نتائجها. لخص لنا نتائجها. أننا نقوم بواجب ناتجها. القضية التي يتم فيها إبادة أبناء غزة. ونعمل بما في وسئنا. وستتسع عملياتنا. بحسب المعضيات. وبحسب توجيهات القيادة. يعني هذا كلام لا يتضمن إجابة شافي عن السؤال. لو سمحت لي. وهو ما أفسح المجال للكثير من التعليقات والتحليلات السياسية. أنكم في الواقع إنما ترغبون في إحياء شعبيتكم الضعيفة في الداخل اليمني. تريدون أن تتحولوا في حملة علاقات عامة لتحسين صورتكم. وكأنكم محاربون مقدسون ضد إسرائيل. هذا هو. من يقول بأننا نريد من أجل شعبيتنا. فليتفضل هو ليعزز شعبيته. الموضوع ليس موضوع انتخابات. نحن ننطلق في مواجهة هذا العدو من منطلق إيماني ومنطلق إسلامي. يتحدث بأنه لا توجد لدينا شرعية. لو كانت لا توجد لدينا شرعية. لم استطدعنا أن نواجه 17 دولة بما فيهم بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات. وغيرها من دول التحالف. تسع سنوات. وهم يعملون ويتحدثون منذ اليوم الأول على أنه لا يوجد لدينا شعبية. لا زارت هذه النغمة لدى البي بي سي من 2015 وإلى اليوم. وهم يتحدثون بأنه لا يوجد لدينا شعبية. الشعب اليمني بأسره يقف معنا في هذه القضية. والشعب اليمني بأسره يقف معنا ضد العدوان. من لا يملك الشعبية هو من يتواجد في الفنادق. حتى الآن لم ترد إسرائيل. هل أنتم قادرون على مجابهة رد إسرائيلي عنيف محتمل؟ شاهدنا في الآونة الأخيرة اغتيال رضي موساوية القائد في الحرس الثوري الإيراني في سوريا. اغتيال صالح العروري القياد في حماس في لبنان. لم تعلن إسرائيل مباشرة. ولكن يبدو أن اليد الإسرائيلية تطول إلى بعيدا عن حدود إسرائيل. هل أنتم قادرون على مجابهة شيء من هذا القبيل؟. اليد الإسرائيلية هي تصول في رؤوس إعلاميكم في البي بي سي. التي تجعل من إسرائيل بوع بوع كبير. وأنها الجيش الذي لا يظهر. بدون شخصنا. أما نحن نظر إلى إسرائيل. ألم يتم اغتيال رضي موساوي وصالح العروري؟. بالتأكيد. لكن لا يعني أن اغتيالهم أنها انتهت المقاومة. ولا يعني أن اغتيالهم أنها انتصار لإسرائيل. لإسرائيل. ولا يعني اغتيالهم أنه لا يدل على فشل العمليات التي تجريها في غزة. قد يحصل هذا. الأشياء مؤكدة أنه قد يحصل من العدو أن يستهدف وأن يغتال. لأن الاغتيالات ليست دليل الشجاعة. ولا دليل الإقدام. إنما دليل الجبن. هل فكرتم في احتمالية أن يحدث هذا لكم أيضا؟. في أين؟. نحن لدينا القدرة بإذن الله على أن نستهدف وأن نرد وأن أي استهداف. كما قال القائد حفظه الله هنا أو هناك لا يعتقدوا بأنهم سيبعث الرسل من أجل تهدئة الموقف. سيتم الرد بقوة وسيتم استهداف جميع السفن لأي دولة. ستقوم باستهدافنا وستعرض أمنها وأمن ملاحتها للخضر. وستكون في مرمى صواريخنا بإذن الله. ورغم خطابك هذا أنتم منخرطون في اتصالات مع الأمريكيين. لربما تكون غير مباشرة. ولكن أكدتم أمامي التأكيد في بلومبرغ عن متحدث باسم الحوثيين. من تأكيده وجود هذه الاتصالات؟. غير صحيح. ولبلومبرغ إذا قالت أننا نتحدث مع الأمريكيين مباشرة فهي تكذب. طيب بشكل غير مباشر عبر عمان؟. إذا كان هناك أي تواصلات من قبل العمليات هذه أو أثناء العمليات فهي ستعلم في وقتها. يعني هل هناك اتصالات مع الأمريكيين لوقف هذه الهجمات حتى لو بشكل غير مباشر حاليا؟. الأمريكيين أبلغوا أن أبلغوا عبر عمان أننا إذا أننا يجب أن لا نشارك في هذه الحرب. وكان الرد واضح وصريح من قائد الثورة السيد عبد الملك حفظه الله. وقال لهم لا تضعونا ضمن دائمة أهدافكم والدول التي تقول لكم نعم. نحن سنشارك وشاركنا. هل يمكن أن يتغير هذا الموقف بناء على الاتصالات وتطورها؟. لا يوجد إتصالات بيننا وبين الأمريكي. ولا يشرفنا أن نقف أمام الأمريكي أو نتواصل مع الأمريكي. الذي يرفض أن يوقف الأدوان على غزة مع إجماع العالم بأسره. بريطانيا دعت إلاء إيقاف الأدوان. وروسيا دعت إلاء إيقاف الأدوان. وبصين دعت إلاء إيقاف الأدوان. والمجلس الأمن والأمام المتحدة دعوا إلى إيقاف الإدوان. والأمريكي وحده يساند المجرم الإسرائيل لإبادة أبنى غزة. فلا يشرفنا أن نواجهه ولا أن نتواصل معه. إذا كانت في غزة مشكلة فأنتم أضفتم مشكلة أخرى. هي عسكرة منطقة باب المندب والبحر الأحمر. بتصرفاتكم. والآن الأمريكيون يردون بهذا التحالف. والإيرانيون أوجهوا قطعا بحرية إلى المنطقة. أصبحت معسكرة بامتياز. والبادئ كان أنتم. الإيرانيون قالوا في بيانهم أنهم متواجدون من قبل. والجميع يعلم أنهم متواجدون من قبل. عسكرة البحر الأحمر. من تتحمل مسؤوليتها هي أمريكا. أمريكا تبحث الآن عن تحالف من أجل أن تصب الزيت على النار. وهذا هو أيضا تصريحات المسؤولين. هل يجب عليها أن تقف دون أن تحرك ساكنا وحركة الملاحة التجارية العالمية في خطر؟ ليست المسؤولة عن الملاحة العالمية الدولية. وليست المسؤولة عن تأمين البحر الأحمر. هل إيران مسؤولة؟ لماذا لإيران الحق؟ ولأمريكا ليس هناك حق؟ لماذا لإيران الحق؟ أيضا باب المداب بعيد عن إيران. إلا الدول المشاطئة في البحر الأحمر. لا حق لإيران؟ الحق الكامل للبحر في البحر الأحمر هو للدول المشاطئة. لكن أن تتواجد جميع القوات الأجنبية. نحن دعونا الدول العربية إلى أن يأتوا لنتأفق الدول المشاطئة جميعا في البحر الأحمر. إلى أن نعجد نحن وهم اتفاق لإخراج جميع القوات الأجنبية من البحر الأحمر أو البحر العربي. وأن تبقى الحماية حماية للدول المشاطئة. هذا هو رأينا وهذا هو توجهنا. إذن معترض على الوجود الإيراني في البحر الأحمر؟ نحن نعترض على الوجود الأمريكي قبل أن يعتراضه. نعترض على الوجود للدول التي تريد أن اعتدت علينا أولا. ماذا عن إيران؟ وأن تبقى حرية البحار العربية للدول المشاطئة فقط. طيب. يعني بنفس القياس ما تقوله بعبارة أخرى هو أنك ضد الوجود الإيراني في البحر الأحمر. نحن قلنا. أنا أقول. وهذا رأيي أننا نأتي كل الدول المشاطئة لنضع اتفاقية بأنه لا يحق لأحد الدخول في بحرنا الأحمر. وأن تبقى حماية البحر الأحمر للدول المشاطئة. إيران ليست بحاجة إلى أن تتواجد مدام لا تتواجد أمريكا ولا تتواجد الدول الأخرى. أعتقد أن تواجدها هو تواجد عندما تواجدت بقية القوى. يعني تلتمس العذر للإيرانيين بشكل فيه نوع من الإزدواجية. وأنتم تلتمسون العذر للأمريكي أن يأتي من أطراف الدنيا ليأتي ليضرب ليقتل. الإيراني إلى الآن لم يقتل أحد في البحر الأحمر. من قتلنا هو الأمريكي. ما يعني عندما نفكر في ما يحدث الآن والمشهد الذي تسعى عن طاقه. من يهدد بقتال نهو الأمريكي. لماذا أتحدث عن الإيراني الذي لم يهدد بقتالي. ولا أتحدث عن الأمريكي أو البريطاني الذي يسعى لقتالي. سأقول لك لماذا تتحدث عن الإيراني. سأقول لك لأن القاسم المشترك بينكم وبين كتائب النجباء. وحزب الله العراقي وبين حزب الله في لبنان هو إيران. الدعم الإيراني هنا لا يمكن إخفاله. هذا هو رأيك أنت. وتريد أن تدورني بما تريد وما تريد بقناعاتك. هذه حقيقة. هذا قناعاتك. ليست قناعة ولا رأيك. أحتاج إلى سنوات حتى تتغير قناعات الإعلاميين في البي بي سي. هذا ليس له علاقة بالإعلامي الذي يتحدث. أليس حقيقي هو أن الداعم لكل منكم. ولحزب الله العراقي وكتائب النجباء وحزب الله هو إيران. هذه كلها معلومات التي تصل إليكم. أنت تعرف بأن لا تستطيع أن تقف إلى جانب القضية الفلسطينية. ولا تتحدث بحرية عن الجانب الفلسطيني. الحوثيون لم ينفوا مسبقا. مسألة الدعم الإيراني. حتى يتحدث أو يقف ويدعم الجانب الفلسطيني يتم شضبه. قد تلغى وظيفتك. أنا أقول أن الحوثيون. أما حديثك عن الإيرانيين. هذا معناه أن يزيدا مرتبا. لا تتحدثي عن الإيرانيين. سيد محمد علي الحوثي. أنت من حقك هذا الرأي. ولكن البي بي سي بها موضوعية وحيادية. أنا أقول أنتم لم تنفوا سابقا. حصولكم على دعم إيراني. أي موضوعية لكم عما يحصل في غزة. إذا كانت البي بي سي تملك الحيادية والموضوعية. هل تنفي لنا الآن أنك تحصل على دعم إيراني؟ أنا لا أحصل على أي دعم إيراني. نعم. ولا تدريب ولا تمويل ولا تسليح. ولا أي شيء من أي نوع. ولا قد دربت ولا قسرت إيران. ولن أذهب إلى إيران. وأنا في قردين. ولدينا كفاءات. ولدينا قدرات. وسبق أن سألتيني بهذه الأسئلة. فلماذا تكررين هذه الإصطانة المشروغة؟ لأن النظرة إليكم هي أنكم مخلب من مخالب إيران. لأنكم هذه هي سياسة القناة. تريد أن تصصفنا بهذا التوصيح. فلذلك نحتاج أن نجلس نحن وأنتم سنوات حتى تقتنعون بغير هذه النظرية التي أتحدث عنها. أنا أطرح الأسئلة وأنت من حقك أن تنفي أو أن تؤكد. حدثني عن القوة البحرية متعددة الجنسيات. وأنا أشكرت على رحابة صدري. تضم عشر دول على الأقل. ولايات المتحدة. بريطانيا. البحرين. كندا. فرنسا وغيرها. كيف ستجابهون هذا التحالف الكبير؟ أولا لا زال في دورة النجأة. وإذا وردت أي دولة نفسها مع الأمريكي. فهي تخسر أمن ملاحتها. وستكون في مرمى أهدافنا وصواريخنا. هل هذا وضع مستدام دوليا تتصور أن يكون هناك حركة مثلكم تهدد هذا المضيق. ذا الأهمية الأمنية والتجارية العالمية. المجتمع الدولي لن يسكت عن هذا. ورأينا تشكيل التحالف كأول مؤشر. موقفنا هو موقف دفاعا عن أبناء فلسطين. نحن لم نهدد المضيق من قبل. رغم الأدوان من قبل هذه الدول التي تتحدثين عنها. بريطانيا هي شريكة في التحالف علينا. وأمريكا هي شريكة في التحالف علينا. جنبا إلى جمعة المملكة العربية السعودية وفرنسا كانت مشاركة. والدول جميعا أدارت من غرفة واحدة عملياتها ضد الجمهورية اليمنية. ولم تستطع أن تنتصر في تحالفها ضدنا. السعودية والإمارات. منها اليوم التحالف الجديد مع خروج الدول العربية من هذا التحالف. إنما أدل على فشلها في السابق. ونقول لها بما أنكم فشلتم في السابق. ولديكم دول عربية كانت تقدم المال والدعم الكبير. ستكونون بإذن الله في فشل أكبر وأكثر. إذا تورطتم في أي أعمال ضد الجمهورية اليمنية. السعودية والإمارات لم تدخل التحالف. ولكن البحرين دخلت. ما تفسيرك؟. البحرين. إذا كانت دولة وازنة. أو قامت بأي اعتداء. أو تحركت في مواجهة الجمهورية اليمنية. فسيكون بإذن الله تعالى الرد عليها. وردئها بالسلاح والنوع والعمليات المناسبة لها. ولكن كنت أسأل عن تفسيرك لانضمامها. لأنه دائما ينظل للسياسة الخارجية البحرينية. وكأنها تحت مظلة السياسة الخارجية السعودية. لماذا لم تدخل السعودية التحالف بينما دخلتها البحرين؟. هي لا تملك الاستقلالها الكاملة في رأى رائها وفي قراراتها. إنما تؤمر وتوجه من قبل الإدارة الأمريكية. وهي أيضا تغم أكبر قعدة أمريكية. هذا شيء معروف. لو كانت تملك قرارها وسيادتها. ربما كان هناك نوع آخر مما تتجه إليه. إلى متى ستستمر هذه الحملات؟. مغلوبة على أمرها. وما هو الخط الأحمر الذي يمكن أن يوقفها؟. إيقافة الإدوان على غزة. وإدخال الماء والدواء والغذاء إلى المحاصرين المبادئين في غزة. أبسط شيء. وهذا ليس دعوتنا بمفردنا. العالم كله يدعو إلى هذا. المجلس الأمن الدولي دعا إلى هذا. الأمم المتحدة دول المتشاركة في الأمم المتحدة دعت إلى هذا. كل الناس يدعون إلى هذا. ما ليزيا أقدمت على خطوة الشجاعة ومباركة. بإيقاف أي سفن يمر من موانئها. دولة جنوب أفريقيا نشكرها على ما قامت به من تقديم شكوى إلى محكمة العدلة الدولية. لمقابات الكيانة الغاصبة المحتلة المجرمة الإرهابي. لا يوجد أحد يقر القيانة الغاصبة على جرائمه على غزوه على إبادته لأبناء فلسطين في هذا العالم. إلا أمريكا. محمد علي الحوثي القيادي في حركة أنصار الله الحوثية في اليمن. شكرا لوجودك معنا في البرنامج. شكرا جزيلا ونشكركم على المشاهدين. اشتركوا في القناة